وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضموا إلينا زميل محمود جميل مرسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية اطلعنا على الجديد لديك اليوم في مهرجان العالمين وبتأكيد يعني اليوم وغدا فعاليات كثيرة رحب بكم من مدينة العالمين الجديدة كما تحدثت بالفعل فعاليات متنوعة اليوم وغدا ومستمرة حتى يوم السبت القادم لكن تحديدا اليوم نبدأ بالفعلية الأولى التي نتواجد بها حاليا في منطقة اليو أرينا والاستعدادات المكثفة التي تتم على قدم وصاق لإعطاء إشارة البدء لانطلاق بطولة رالي السيارات الكهربائية إيفر التابعة لوزارة التعليم العالي والمشارك بها عدد كبير من طلاب الجامعات نتحدث عن 700 طالب من جامعات مصرية ومختلفة حكومية وخاصة وأهلية ربما تشاهدون من خلف الآن بدء الاستعدادات لدخول السيارات الكهربائية التابعة للجامعات لبدء الاستعدادات لهذه المنافسة الشديدة هذه هي النسخة الخامسة لرالي السيارات ولكن نسخة قوية تتم هنا على أرض مدينة العالمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العالمين نتحدث عن 43 فريقا بالإضافة من 28 جامعة كل هذه الجامعات بكل هذه الطلاب يستعدون للانطلاق السباق هنا بعد انتهاء بالطبع كل المراحل الخاصة بتجهيز وتنفيذ السيارة الكهربائية الخاصة بها من مرحلة التصميم وصولا إلى مرحلة التنفيذ ووجودها هنا على أرض مدينة العالمين لخوض السباق عندما تحدثنا مع الطلاب تحدثوا عن مدى الاستعداد والجاهزية وكانت هناك مراحل تتم لبعض الاختبارات المحددة لهذه السيارات قبل الانطلاق هنا فتم الانتهاء من هذه الاختيارات ومن هذه الاختبارات لبدء تنفيذ هذه السباقات وعبروا عن مدى سعادتهم بوجودهم في هذه الأجواء أجواء حماسية تنافسية وأجواء أيضا في مدينة العالمين الجديدة أجواء السحر والجمال في هذه المدينة نتحدث أيضا عن استكمال الفعاليات الأخرى التي ستكون في المنطقة الترفيهية اليوم نتحدث عن افتتاح مهرجان نبتة للأطفال وسيبدأ من غدا عدد من الورش الخاص بالأطفال ونتحدث عن وجود دوري الساحل للسيدات على ملعب كرة القدم الخماسي في المنطقة الشاطئية بالإضافة بالطبع إلى ملاعب البادل التي يستمر بها عدد من البطولات البادل التابعة للاتحاد المصري للبادل وتستمر حتى بعد غد السبت أما غدا الجمعة أيضا هذه المنطقة اليوأرينة تستعد لاستقبال الحفل الفني الخاص بمصار إجباري وحمزة نمرة وسعاد مصي بالإضافة بالطبع إلى مهرجان الطعام الذي ينطلق لأول مرة هنا في النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة فبالتالي نتحدث عن تنوع كبير جدا موجود في مهرجان العالمين في النسخة الثانية اليوم سيكون هناك حضور عدد كبير من المسؤولين سواء من الجماعات أو حتى من الجماهير أو طلاب الجماعات الذين يعني يساندون طلاب أو يساندون زملائهم في الجماعات الخاصة بهم ومنافسة شديدة اليوم في هذا السباق ومع نهاية هذا اليوم سيكون هناك عدد من المستويات وعدد من السباقات التي ستتم على مدار اليوم وفي نهاية هذا اليوم سيتم الإعلان عن الجوائز المخصصة للمراكز الثلاث في السباقات بالإضافة إلى الجوائز الجانبية الخاصة بالابتكار والتصميم وريادة الأعمال هذه هي جوائز خاصة بجانب بالطبع جوائز السباقات المختلفة في رالي السيارات الكهربائية هذه منافسة قوية ونسخة قوية تستمر للسنة الخامسة على التوالي وهذا يشير إلى مدى اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومن خلال النماذج التي رأيناها اليوم يعني النماذج تشير وتؤكد إلى وجود مستقبل مشرق في الجامعات ولدى الطلاب في المساهمة في صناعة هذه السيارات الكهربائية فبالتالي سنرى منافسات شديدة وسنرى أجواء حماسية جميلة تتزامن بالطبع مع فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات على مدار اليوم في انتظار متابعة هذا السباق ونشكرك شكرا جزيلا المحمود على هذه المتابعة الوافية المهرجان وانتظار متابعة هذا السباق